ما زالت فرق البحث تعثر على الجثث والمقابر الجمعية بمدينة ترهونة ومحيطها التي تمت تصفيتها من قبل ميليشيات مجرم الحرب حفتر والمرتزقة الروس قبل فرارهم من المدينة فبعد العثور خلال الأيام القليلة الماضية على عشرات الجثث مدفونة بعدد من المقابر الجمعية في ترهونة بينهم نساء وأطفال أعلنت الهيئة العامة للبحث عن المفقودين والتعرف على الجثث الثلاثاء اكتشاف أربع مقابر جمعية جديدة بمشروع الربط في مدينة ترهونة مبينين أن فرق البحث شرعت في استخراج الجثث من المواقع الجديدة وسيتم الإعلان عن إعدادها فور الانتهاء من عملية الانتشال انتهاكات وجرائم ظهرت للعيان ارتكبتها ميليشيات حفتر والمرتزقة الروس وميليشيا الكاني التي أوغلت في المدينة لعدة سنوات تتزايد كلما تم العثور على مقبرة جديدة وما خفي كان أعظم وفي ظل المطالبات التي نظم أهالي المفقودين من أجلها عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم فضلا عن دعواتهم محكمة الجنيات الدولية إلى التحقيق في جرائم ميليشيا الكاني في حق المواطنين بمدينة ترهونة لم تلقى هذه الدعوات أي صدن لا على المستوى الدولي ولا المحلي بل صدرت اتهامات ضد حكومة الوفاق بالإهمال المتعمد لقضية المفقودين الأمر الذي أكده المستشار بوزارة العدل خير عبد العالم بأن الوزارة أحالت تقارير انتهاكات حقوق الإنسان إلى المجلس الرئاسي ولكن الرئاسي لم يرد عليها مضيفا أنه تم مطالبة الحكومة بأن تحيل هذه التقارير إلى محكمة الجنيات الدولية لكن الرئاسي لم يقم بأي خطوة إيجابية بهذا الملف وفي غياب الرادع الدولي والمحلي لهذه الجرائم والانتهاكات دعت البعثة الأممية في ليبيا من كان طرفا في هذه الجرائم لطاولة الحوار لإيجاد حل للأزمة الليبية متجاهلة للجرائم التي ارتكبت ومقدمة مخرجا للمجرم للإفلات من العقاب